قالت مصادر فلسطينية ان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة دخل حيزة تنفيذ برعاية مصرية وكانت مصر قد هدتت كافة الاطراف بالانسحاب من رعاية المصالحة في حال استمرت تصعيد بغزة واكدت قناة الاقصى التابعة لحماس نجح الجهود المصرية لوقف اطلاق النار في غزة وسقط ستة جرح جراء استهداف الجيش الاسرائيلي مواقعا عدة في غزة فيما ردت حماس باستهداف مجموعة من المستوطنات بحزمة من الصواريخ موسيقى